حرق الطاعة الماء كبير أنا بقى فيه نقطة واحدة بس حابب أضيفها إنت يمكن تكلمت عليها في الفقرة الأولى وأنا عاد بره شفتك تتكلم عليها الأخطاء التحكمية المباريات اللي جاية دي لا تتحمل أخطاء التحكمية الله يتنور عليك إحنا بنتكلم نقطة واحدة في المنافس مبين سلاسي هتأثر بشكل كبير جدا على اللي هيتهوك باللقب مش عايزين سيناريو مباريات النادي الأهلي النهاردة يحصل تاني عريب معلش أنا اسف نبقى أطارك هيجي حد يقولك ما الأخطاء التحكمية وردة يا سيدي هي وردة بس أنا بش فيه فار يعني ما أقول الأخطاء التحكمية وردة فعلا الحكم الساحة ممكن ما يشوفش لقطة بس هم الفار بيعمل إيه فأنت ما ينفعش الفار يندهلك وتبص على اللقطة وتحسبها غلط يبقى فيه عندك مشكلة يعني مشكلة في الأساس وفيه لقطات واضحة جدا لا تتحمل أي شيء أنا لو راجل قاعد مش حاكم داودي أو ماليش علاقة خالص بالتحكيم وكنت عاد النهاردة بتفرج على ركلة جزاء حسام حسن اللي ما تحسبتش الركلة واضحة جدا كان لازم أستدل الحكم يعني مش محتاجة أي حاجة وبعدين الفار إحنا دخلنا الفار في الكرة المصرية والتحاد المصري كلف الفار كتير عشان اللحظات الحاسبة مصبوح إحنا دخلين على جوالات حاسبة صح لازم أعتقد أن دلوقتي فرصة للتحكيم المصري إنه يسبيت نفسه في الجوالات المطبخة أستعرف إحنا دايما نلوم على الأندية ونلوم على إدارة الأندية واللعابين والمدربين هما بيعترضوا وبيتنرفزوا وبيتعصبوا ويعملون أجواء مشحونة أنا قلت الكلام ده مش عايزين والفطر لجاء عشان نستمتع بالمنافسة دي وتبقى حلوة بس برضو إحقاكا للحق يعني ما مش لازم ببقى فيه أخطاء مستفزة تضيع حق وتعق يعني أنت أنا في الإيتي عمالة تكسر لعيبة وفرقة تانية مالكد فيها مش عارف موقوف وفرقة تانية ما عنداش جماهير فهي أصلا عملت زقف فرقتها زي ما عايزة وفجأة تلاقي خطأ تحكيم ضيق لك كل أحناك مظبوط والمفترض يعني كلاتنبرجي جاء علشان كتر إحنا عايزين نطور عايزين إن الحكم لما ينزل ما يبقاش حاسس بالضغط بس كلاتنبرجي جاي أول ندموسك اللي جاي أه أنا عايز أعز لكز عايزين بردو نقول للناس كلام عقليني أيوة هل لو الحكم مثلا عنده مشكلة إنه ما بدرش يتعامل مع الضغط هيتعالج في الثامن جولات المتباقيين فكذا لا فعشان كده يعني النهاردة بيرامتزوبي يتكلم عن إن إحنا عايزين المتباقي يبقى بحكام أجانب مداتا من مطش بيرامتا من مطش الزمالك فده معناه إيه معناه إن الفرق مقلقة الفرق خايفة يعني فريرة بعد نهاية الكسف المتمر والصحفي قال إيه قال والله أنا شايف إن الحكم البولندي ده في حكام مصريين أحسن منه وإن الأهلي كان كويس والزمالي كان كويس والجمهور كان كويس بس الحكم هو اللي كان وحش فهي الفكرة مش في إن ممكن فعلا يكون في حكام مصريين أفضل من الحكم البولندي أو أفضل من حكام أجانب بيجولنا بس الفرق أو اللعيبة بيحسوا إن أنا والله ده ولا يعرفني ولا يعرفك فحتى لو غلط أكيد غلط مش مقصود صح فهي بالرابع عليك تقديم سوء النية بالزبط إن أنا بقدم سوء إن أنت قاصد والجمهور الجمهور كمان برضو بيقدم سوء النية صح يعني برضو حاخدك لحتة تانية اللي هي بتاعة التفويت وللأسف يعني للأسف وأنا زعلان يعني من ده إن الجمهور وصلوا الإحساس ده بسبب ناس بتطلع في التلفزيونات وبتتكلم وصحفيين مفترض أنهم ناس كبيرة وعقلة وبتكتب الكلام ده وهو بعد ماتش فيوتشر يقول لك فيوتشر أصله مفوت للأش وفيوتشر نفسه بيخسر من الإسماعيل الجولة اللي بعدها طبعا ويقول لك سموحة أصله مفوت يا جماعة الزمالك ده ما هو لسه كسبان نهائي الكاس وهو أصلا متصدر الدوري ده غير إن سموحة من بعد ماتش الأهلي بيخسر لا لا وفي النقطة اللي أهم لنا دائما أقولها أنا مثلا النهاردة الكابتن عبد الحبيب باسيولي أو الكابتن عالمي أهلي هنا أو هنا واحد زي ما كأواحد قاله ده خسر من أهلي وده خسر من الزمالك أنا إيه اللي خليني أحب الأهلي أو الزمالك أكتر من نفسي نظبوط يعني مش عايزة بقى ناجح مش عايزة بقى كسبت الأهلي والزمالك فيشاوره عليه يقوله ده المدرب لكسب الأهلي والزمالك أنا والد أنا أكون بحب فرقة وهم فعلا منتميين أو بيحبوا الفرقة دي بس مين قال يعني هيحبوا الفرقة دي أكتر من نفسهم ده الكلام المنطقي يا كريم علشان كان بقولك أنا بتدايق أن ناس المفترض أنها تاخد مساحات على الهوى وناس المفترض أن أقلامهم كبيرة بحكم سنين شغلهم في الصحافة الرياضية يدخلوا ويزراعوا في عقول الجماهير حاجات زي دي اللي هو يا جماعة أنتوا مش بس بتتكلموا يعني بتشككوا في زمم ناس حتى بتقولوا أفكار غريبة يعني مثلا أنا أحمد رمضان بيكا من النهاردة بيضطرد قال أحمد رمضان بيكا من اللي احنا عارفين أنه هو راجل أهلاوي وراجل كاميرا في نادي الأقل عايز يكسب الزمالك يعني الناس حتى كمان والله يا كريم بقيت أحس أن الناس بتبقى شايفة ده بعنيها قدامها وبسبب المزروع في دماغها ما بتصدقش عنيها أيوة فهام